بتروح الجيم بانتظام وعمل نظام غذائي منتاز وعملت فورمة كويسة السهوب حصلت لك ظروف مش هتخليك تقدر تروح بانتظام الجيم زي ما كنت بتروح وخايف بقى تخسر كل اللي انت عملته في الشهور اللي فاتت هقول لك تعملي هكلمك النهاردة على إزاي تحافظ على الكتلة العضلية بتاعتك بقال مجهود ممكن ما تخافش مش هتحتاج تروح الجيم كل يوم الدراسات بتقول ان لو عمرك من 20 ل 35 سنة ممكن تروح الجيم مرة أو مرتين في الاسبوع وتلعب لكل عضلة من 5 ل 10 مجميع يعني ممكن تروح الجيم مرتين في الاسبوع والمرة حوالي نص ساعة وبرك الله في مرزة بس خلي بالك كل ما بتكبر في السن القصة بتبقى مختلفة شوية يعني لو انت فوق 35 سنة عملية تخليل بروتين العضلي بتقل وده للأسف بيخليك أقل استجابة للتمرين افكركم ان فيه حاجتين مهمين جدا اللي هو حجم التمرين وشدة التمرين حجم التمرين اللي هو عدد التكرارات اللي انت بتلعبها وشدة التمرين هو الوزن اللي انت بتلعبه في التمرين انا بقى الدراسات قالت لك عشان توصل لأحسن مستوى وأحسن شكله ونموه عضلي ان انت تلعب في النسبة اللي هي 80% من الone rep max بتاعتك ودي كلمنا عليها كتير جدا زي ما احنا دايما بنأكد ان التخزية هي الاساس بجانب التمرين طب ايه اخبار الكارديو معنا؟ طبعا اول حاجة هتيجي في بالك يا عم يا كارديو مين يا عم وده فرهضة وتعب وفي الاخر مش هنعمل حاجة خلي بالك ان الدراسات اكدت ان الكارديو بيساعد في بناء العضلات وتحسين الدورة الدموية لانه بيزود الشعيرات الدموية وبالتالي بيساعد ان الغذاء يوصل للعضلات وبيساعد على نموه افضل والخلاصة ان كلنا بده احصل لنا زروف يعني مش هتقدر تروح للجيم على طول ما تنساش ان في حاجة اسمها زاكرة العضلات ودي اللي بتساعدك ان انت ترجع للأوزان والفورما بتاعتك بعد فترة انقطاع وام حاجة يبقى عندك عن خطة او برنامج تدريب يبتبقى مش عليه مع الاهتمام بالتغذية واتطبق النصائح اللي قلتها في الفيديو اللي عنده اي استفسار اي استأل ياريت اكتب لي في كومنتات تحت والسلواني